معنا البلجيكي لوك إمايل مدرب يونج أفريكنز وطلاع الجيش السابق لوك أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية وأكيد في وسط هذه البطولة تتلقلق بعض المنتخبات وربما تفاجئنا بعض المنتخبات الأخرى ما رأيك في مستوى بطولة كأس الأمم حتى الآن وتحديدا يعني منتخب كاب فيردي أول الصعيدين لدور الستاشر أولا أود أن أرحب بكم جميعا وأشكركم على الدعوة بالنسبة لفريق كاب فيرد إنهم أول من تأهلوا وهذه أول مرة يتأهلوا إلى هذا الدور سوف تكون منافسة قوية نحن ننظر إليها وننظر إلى العديد من الأحفاء هم لم يتأهلوا كثيرا ولكن نعم يعني منتخب كاب فيردي ليس له تاريخ أو باع طويل في هذه البطولة أو أيضا في هذه الجزئية طبعا يمكن أن نرى أنه يوجد العديد من المنفقئات وفرق كبيرة مثل غانا ومصر والكاميرون ونيجيريا وغيرهم من الفرق الهامة لم تتأهل بعض إنها مفاجأة كبيرة نعم لود بحكم تدريبك في أفريقيا سابقا هل تتوقع مفاجأة في هوية بطل هذه النسخة؟ فقط الله هو من يعلم من يمكنه أن يتأهل في هذه المسابقة في كأس أم أفريقيا ولكن كما قلت يوجد العديد من الفرق الكبرى حتى الآن لم تتأهل فأنا أرى هم يلعبون بشكل والمغرب تلعب سوف نراها غدا وإنها تلعب بشكل رائع إلى أقصى حد إنها تلعب كرة قدم بشكل مختلف وأيضا مصر والكاميرون بالنسبة لمصر والكاميرون ونيجيريا وغانا لم نرهم كالمعتاد لم يظهروا حتى الآن لك بمناسبة الحديث عن مصر ستلعب مباراة هامة ضد كابفيردي الرأس الأخضر في مواجهة مصيرية ما تصورك لهذه المباراة؟ وهل يؤثر غياب محمد صلاح على المنتخب المصري؟ سيغيب لمبارايتين للإصابة محمد صلاح هو النجم كبير في مصر وفي ليفر بول ونجم كبير في العالم أنا أقدر هذا الرجل وأقدر هذا اللاعب كثيرا إنه لاعب هام ولكن الآن هو غائب للمباراة القادمة ومن المهمة وبالطبع يجب على مصري أن تفوز بهذه المباراة وأن يلعبوا بشكل جيد يجب أن يلعبوا بشكل متعاون لقد رأينا مصطفى محمد في طلائع الجيش وكان هداف رائعة ويوجد لعبين آخرين جيدين أيضا مثل عمر مرموش ولكن ولا يلعب لأجل الفريق إنه يلعب بشكل فردي إنه ليس اللاعب الوحيد يوجد لعبين آخرين يجب أن يلعب بشكل يوجد فيه تعاون أكثر لا يجب أن يكون هو الوحيد الذي يلمس القرى من أجل أن يحصدوا أهدافا أكبر وأكثر نعم من أجل أن يكون هناك فاعة يكون هناك دفاع فاعل أكثر فما حدث كان كانوني فكان حدث المرمى رائعا ولكنه لم يؤدي بالشكل المناسب كان يجب أن يكون أكثر شراسة في حماية المربع نعم سائل قوية من لوك لي يعني كتيبة المنتخب المصري ومن هنا نذهب إلى الحديث عن المنتخبات الأقل تصنيفا تحدثت عن المنتخبات التي لم تظهر مصر نيجيريا ربما كوتفوار ومنتخبات أخرى ماذا عن المنتخبات الأقل تصنيفا التي لفتت نظرك بالمقارنة مع كبار القرى إنجاز التعبير كما تعلم الآن جامبيا لم تحصد ألعب ممكن أن أرى تنزانيا أيضا في مشكلة كبيرة بسبب متربهم لأنهم يعانون بعض الأمر مع المغرب وكما قلت فإن فريقا الرأسي الأخضر رائع وموزنبيك وقد رأيت ما حدث وغيرها من الفرق تلك الفرق الصغيرة التي تتنافس مع الفرق الكبيرة إذا كنت تسألني سوف أخبرك ما أفكر به بشأن هذا الأمر إذا كنت تلعب في كأس العالم يمكنك أن تأتي بكل اللاعبين الجيدين الذين يلعبون في كل مكان هذا أمر جيد لأن هذا كأس العالم لكن هنا أنت تلعب في أفريقيا أي تلعب مع 33 أو 33 فرقا ثم نرى هذه النقاط المختلفة إن الأمر يأخذ وقتا من أجل أن تتكيف ففيها درجات حرارة مختلفة نعم ربما هذه عناصر أو عوامل تؤثر على مستويات المنتخبات ربما منتخبات شمال إفريقيا ولكن سنتابع مجرات البطولة نتحدث أيضا اليوم عن حامل اللقب السنغال وانتصاره على الكاميرون بثلاثية مع أداء يتسم ربما بالجماعية ليس فقط ساديو ماني هل أقنعك المنتخب السنغالي كمراشح أبرز للاحتفاظ باللقب؟ هل تسألني إذا كان السنغال قادر على أن يحفظ اللقب؟ بالصراحة لا أعلم كما قلت إنه من الصعب أن تقوموا بتوقعات جيدة كما قلت إن السنغال قد لعب بشكل جيد والمغرب هناك أيضا إنه يعد فريقا يمثل تحديا لعديد من اللاعبين وأيضا مصر ولكني محبط قليلا بما حدث فلكن الأمور لم تنتهي بعد المصر إذا قاموا بالانتصار في هذه المباراة فستتغير الأحوال ولكن أيضا الكاميرون وغانا ونيجيريا إنهم فيهم الأفضل اللاعب ربما هذا الذي وصل إلي وبالحديث عن مصر ربما هناك تقارير تشير إلى أن المحطة القادمة التدريبية لك ستكون في مصر هل تلقيت عروض من الدوري المصري؟ لا أتحدث عن الفريق الوطني كمدرب أنا أحب البلد كثيرا كنت على تواصل مع عدد من اللاعبين هناك وجاءتني بعض عروض من تونس ومن بلاد أخرى ولكن لم أعود إلى مصر هل سيفسقر لك في دور المصري؟ هل هناك احتمالية؟ هل هناك أندية معينة تتفوض معك؟ يوجد فرص طوال الوقت كما تعلم في التحديثي مع وكيلي أعملي هناك إنهم يتحدثون معه ولكن كما تعلم يتحدثون مع أمان لوك سنأخذ إجابة منك قبل نهاية هل هذا النادي يرتدي لون أخضر أصفر أحمر؟ ما طبيعة النادي دون ذكر أسماء حتى؟ لن أقول أي شيء حول هذا لأنه يوجد بعد النوازي سأكتفي لك بربما هذه النظرة في عينك أن ربما هناك تفاوض من خلال وكيل أعمالك في مصر المحطة القادمة ربما ستكون مصر مع أي نادي ستفسح لنا الأيام عن هذه يعني احترافي ولا الفركة عن هذا النادي الآن يجب أن أحتفظ بهذه الاحترافية وأحترم ذلك وربما سيكون لنا حديث قادم عن هذا الانتقال الرسمي أشكره شكرا جزيلا البلجيكي لوك إمايل مدرب يونج أفريكنز وطلع الجيش أصابك شكرا جزيلا لك